مالي لشركة أرابتكا سيد زياد مخزومي سيد زياد مساء الخير نهنئكم على الفوز بهذا المشروع الكبير ونتحدث بالطبع عن تفاصيل هذا العقد وما هو مطلوب منكم تحديدا بتعرف مشروع هذا مشروع كتير مهم لإمارة أبوضبي هذا المشروع كان خطط له من عدة سنوات مثل المشاريع التاني بس صار فيه تأخير أو إعادة النظر بالخطط الإنشائية المطلوبة وهلأ صار وقته يعني فيه ضغط كتير على الملاحة الجوية وضروري هذا المطار يكون المشروع بحجمه كله هو أكتر بكتير من العشرة مليار اللي عم نحكي فيها لأنه في عندك مدارج وعندك صالات وعندك مراكز صياني واشياء تاني بس نحن العقد الأول يلي أخذناه هو المبنى الأساسي للمطار يلي بيضم كل شيء من الإنشاء والإنشاء المدنية والألكتروميكانيكية والألكترونيكس اللي يتبع بالمبنى المطلوب ما هي مدة هذا المشروع اتداء من تاريخ البدء فيه؟ مدة مشروع 49 شهر ومفروض لما يخلص يستوعب 30 مليون مسافر حجمه كبير من أكبر التاني من العالم يعني القدرة الاستيعابية تقريبا لهذا المشروع العدد مسافرين 30 مليون 30 مليون سيد زياد دعني أتحدث عن دلالات هذا المشروع نفسه من حيث الإنشاءات ونمو المنطقة بشكل عام ما هي دلالات هذا المشروع؟ دلالات أن القطاع رجع يتحرك يعني تعرف نحن كمنطقة عدد سكانها عامين ما عدد سكانها صغير بالعمر يعني يونج جينيريشن يلي بدك تعمله إنفرستركتر إن كان جمعات أو مدارس أو مطارات أو بورات أو 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 يلي بساعد هلأ الشغل تاني يعني الإرادة تبع الحكومات الموجودة بالمنطقة مجلس التعاون إرادة زاد بسبب ارتفاع سعر البترول يعني سعر عندك فائد للاستثمار الأكثر والكلفة نقست تعرف يعني الكلفة العمار آخر سنتين نزلت عن الأول كتير فبظن هلأ الفرصة المنيحة لكل المشاريع الكبيرة لازم هلأ تبلش يعملوها لأنه كلفتها أقل والسيولي موجودة والطلب عليها مطلوب تحالفهم كانوا مع تاف و سي 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 وهم شركتين كبار معروفة في المنطقة إلى أي مدى كان التنافس شرس ربما للفوز بهذه الصفقة وما هو التاريخ هتين الشركتين ربما في هذه الأعوام دائما أول شيء لمشاريع الكبيرة مثل هايدي فعلي منافس كبير لأن هايدي تأتي مرة كل عشر سنين أو عشرين سنين مرة لأنه مشكل يوم لحتى عمل مطار كبير بهالحجم وبهالعدد المدرجات والاستثمار المطلوب كان في كتير كتير شركات بس العدد اللي بالآخر كانوا بس أربع أو خمس شركات تحالفات مننافس لأنه ما في شركة واحدة عندها كل المؤهلات تعمل كلها القدرة وتسجق وتوصل بهالمد الأصير المطلوب لأنه تقريبا أربع سنين مد أصير لتعمل هايك مشروع يعني بس يحطي إمكانيات فوق العاش تلاف يمكن عامل بوقت معين لكم المشروع تاب عندها خبرة كتير كبيرة بهالمجالات بالمنطقة كلها وببلدانهم ونفس الشيء السي سي 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 يعني السي سي سي دايما كانت شغلين بالمطارات عملوا مثلا مطار بيروت من زمان نحن نأكد يعملين مطارات عنا ترمينل توهوني وشغلين قابل على مطار دبي وعلى المطار الجديد تبع دبي وولد يعني إلى أي مدى يعزز هذا المشروع من قوة أربتيك في المنطقة؟ المهم كتير لأنه عددت أسباب أول شيء تعرف نحن بلشنا بالإمارات دبي أبوضبي الشارجة أو نوردن أمريتس ولما خف الشغل بالألفين والتسعة والألفين وعشرة اتجهنا للسعودية بس هلأ صار حجم الإمارات كأعمال غير منجزة أكبر من حجم السعودية مع أنه حجم السعودية كسوق أكبر فسوق الإمارات كل حياته مهم بالنسبة لنا بس هلأ رجع تعزز مكانته عنا كهميته بالمنطقة وخصوصا إمارة أبوضبي لكم موجود فعلي الآن في توسعة المطار الجديد في دبي ولكم موجود في مطار جدة والآن فزتم بهذه الصفقة وهذا العقد في أبوضبي لا إشكال هناك ربما وفي التنسيق بين كل هذه الأعمال إلى أي مدى أثرت الأزمة مثلا في الطاقة البشرية لأراب تيكونا؟ نحن وقت الأزمة مأكدة خففة عادة العمالي لأن المشاريع وقفت أو ما بلشت فاللي كنا بدنا نوظفهم ما وظفنيهون واللي خلصوا المشاريعون ما يسرحنيهون فنحن بالبيك تبعنا 2007-2002 كانت تقريباً 70 ألف موظف كمجموعة هلأ تقريباً عننا 48 ألف بس لح يزيدوا ويرجعوا يعني الشغل بالسعودي متطلب عمالي زيادة الشغل بالمطار عم يطلب عملات زيادة فالإدارة تبعتنا اللي نحن فخورين فيها اللي بتقدر تدير هكذا الشريع كبير العمالي فيك تجيبها التمويل المالي فيك تجيبه مسألة الإدارة ونحن شطرين بها الشغل بس نحن ما نتنسى كمجموعة ما بس نعمل مطارات يعني نعمر مجمعات وفيلا المشروع السعودية 5,000 فيلا برج خليفة من أكبر الأبنية بالعالم المطارات اللي عملنا وبعدين عنا شركات مثل تارجت اللي بتعمل مشاريع نفط وغاز بتعمل مشاريع بحرية فنحن كتير عنا دايفورزتي بالمجموعة بس هذا مشروع كتير مهم بالنسبة لنا لأنه نحن من شركة إماراتية مع أنه خليجي شركة إماراتية ومدرجي هوني فمشروع كتير مهم ونحن كتير فخورين أنه أخذناه هل ترى أن حركة البناء والتعمير والإنشاءات في المنطقة الآن تسجل ربما لمو وقف ذاتي للأمام بشكل عام؟ بشكل عام القطاع بلش تحرك بس تعرف القطاع هو مش معتمد بس على القطاع الساكني البناية الساكنية أو الفلال في تحرك مناطق معيني بيكان بدبي أو بأدوبي لأنه الطلب والموجود مش بعض بس الإنفرستركر بشكل عام لأنه عم بزيد على السكان وكان في طلب عليه قبل بس وقف الإنفرستركر المشاريع كله بدأت تجي وخصوصا الأولين جاس لا تنسى الأولين جاس لأسعار البترول عالي بعدها فأنت عندك فائد فكتير مشاريع يمكن كانت جدوة الاقتصادية ليس كتير أتراكتف لأسعار البترول العالي فعندك الفرصة أنك تستثمر بمشاريع مهمة مردودة عالية بكلفة أقال وعندك السيولي التي تستثمر فيها سيد زيادة المشروع رغم تمددكم وتوسعكم في مناطق أخرى يؤكد قوة السوق الإماراتي وقوة وجودكم فيه في هذه المنطقة وأهميته بالنسبة لأرابتك ما بين المشاريع المنجزة وغير المنجزة كيف هي الأرقام؟ نحن السن الماضي تقريبا بظن السن الماضي كانت السنة التي وصلنا بظن أقل ممكن كدخل بس أعمالنا تقريبا 5 مليار كدخل كمجموعة هذه السنة بظن لح تطلع أكتر شوي لأن مشاريع الكبيرة بلشت نحن لدينا الأعمال غير المنجزة بعد سارة 17 مليار فعلى هالمعدل بيوازي تقريبا مرتين ونص أو ثلاث مرات الدخل اللي فينا نعمله ومنظن نحن هلأ الدخل بتبليش يطلع المشاريع بدها تزيد وبظن لحيش مشاريع تاني خصوصا بالسعودية والإمارات كمان نهنعكم من جديدة سيد زياد مخزومي المدير المال لشركة أرابتك شكرا لوجودك معنا في هذا البرنامج